هل ممكن أن يحب الرجل فتاة ولا يصرح لها؟ الجواب نعم طبعاً ممكن يعني ممكن شاب أو رجل يحب فتاة لكن يكتم حبه يعني لا يصرح لها بهذا الحب وبالمقابل نفس الشيء يعني ممكن بنت هم تحب شاب وتكتم حبها داخل نفسها نفسها ولا تصرح به فالسؤال هل ممكن؟ الجواب نعم ممكن طبعاً كثير يستغرق كتمان الحب؟ يعني أنا مرت عليه حالات كثيرة يعني في حالة سنة في سنتين مرت عليه وحدة خمسة عشر سنة كاتمن الحب مر عليه واحد يحب له وحدة أكثر من خمسة وعشرين سنة وما عبر وساكت مرت عليه قصة كثيرة يعني لكن المهم هل ممكن أن يحب الرجل الفتاة؟ اللي هو السؤال ولا يصرح لها؟ الجواب نعم السؤال الثاني زوجي لا يحبني وأنا أحبه فهل أطلب الطلاق أم أستمر؟ لا يعني هو احنا عندنا قاعدة تقول أو كل البيوت تبنى على الحب؟ يعني ليس كل البيوت تبنى على الحب وإنما في مشاركة في تعاون في مودة هذا أمر أمر ثاني أنه الحب على فكرة ممكن يحيى ويموت يعني يشبه يطفي فممكن في فترة من فترات الحياة الزوجية احنا عندنا الزواج عمره تقريبا ستين سنة ممكن في فترة من فترات الحياة الزوجية الحب يضعف في فترة أخرى ممكن الحب يكبر في فترة ثالثة ممكن الحب يموت أنا مرت عليه حالات زوجية كثيرة من ضمنها مثلا تمر عليه حالات أحيانا تنتقل العلاقة من الحب إلى الكراهية يكرهون بعض وبعدها الكراهية تتم المصالحة ثم يعود الحب من جديد فإذن الحب يعني مادة حية أحب لها وعظم الله أجركم اندفن لا ما في شيء هو صح يموت نعم لكن قد يحيى من جديد إذن سؤال الأخت زوجي لا يحبني وأنا أحبه فهل أطلب الطلاق أم أستمر طبعا كنا لا يحبك لا يعني هذا أنه وطول عمره ما راح يحبك لا مو بالضرورة هذا أمر أمر ثاني قد يتغير الحب الشيء الثاني هل تطلبين الطلاق أم تستمرين طبعا أنت لازم تحسبينها وأنا عندي معايير معينة أولا هل أنت صغيرة في العمر ومرشحة لزواج آخر مثلا سؤال ثاني هل أنت عندك أطفال ولا ما عندك أطفال سؤال ثالث طيب هل أنت يعني تقدرين تكفلين نفسك وحياتك من الناحية المادية من الناحية الاجتماعية من الناحية التربوية ولا لا يعني في معايير معينة وفي مسائل لازم حندرسها صح وبناء عليها نقدر نتخذ قرار إذا تبين جواب عام أنا أقول لا الأصل الاستمرار بهذا الزواج إذا تبين جواب عام جواب في تفصيل التفصيل لا لازم ندرس هذه الحالة بالتفصيل وبناء عليها يتم الإجابة السؤال الثالث أو المسألة الثالثة كيف نتخلص من التفكير في الحب القديم طبعا في طريقتين حتى ننتخلص من التفكير في الحب القديم الطريقة الأولى أن نترك هذا الحب القديم للزمن العرب تقول الزمن جزء من العلاج في بعض المسائل مع الزمن الزمن كفيل إنه يداوي الجرح يعني مثل قضية الموت الآن لما يموت عندي شخص عزيز في لحظة الموت تشوفون المصيبة كبيرة بعد سبوع وسبوعين تبدي المصيبة تخف شوي شوي بعد شهر وشهرين تخف المصيبة أكثر بعد سنة وسنتين تقل وتقل وتقل بعدها يصير جزء من التاريخ أو جزء من الذكرى الحب نفس الشيء الحب يبدأ كبير وصدمة الحب أو ألم الحب يكون قوي جداً لكن في حالة الفراق هنا يبدأ تبدأ الذاكرة مع الوقت تحتاج حتى تنسى هذا أمر الأول هذا الحل الأول اللي هو الزمن وجزء من العلاج الحل الثاني لمسألة كيف نتخلص من التفكير في الحب القديم أن يكون في حب جديد يعني إحنا شو نتخلص من الحب القديم أن يكون في حب جديد أمداً أنا مرة يعني واحد يعني في المكتب وكان يعني يحب زوجة حب ماهو طبيعي ماهو طبيعي بس قدر الله يعني هي ما تحبها وبعدين هي خالعت نفسها وتمت المخالعة فيعني يبتي يبتي يقول أنا قلبي متقطع وأنا أحبها أحبها يعشيقها موت شا سوي فقلت لها الاقتراحين قلت لها الأول الزمن ويدعو الله عز وجل لصبرك ويثبت لك أمورك الأمر الثاني أنك تبدأ بحب جديد وفعلاً سبحان الله أنا شفتها بعد ستة شهر أو سبعة شهر رجع لي مرة ثانية وقال لي قال لي فعلاً الكلام اللي قلت أنت صحيح الوقت كان كفيل وكنت كل يوم أصلي ركعتين بالليل ودعو الله عز وجل أن يصرف عني حبها ويخفف علي الألم إلا آخره وبعدين سبحان الله دخل في علاقة عاطفية مع وحده وتقدم لخطبتها والزواج وفعلاً يعني صار صار ينسى أو يتناسى الحب القديم إذن يعني الحب من طرف واحد حقيقة مؤلم هذه على فكرة من علامات الحب من طرف واحد يعني من علامات الحب من طرف واحد ويمكن هذا البوست نزلته اليوم في الإنستغرام وتويتر وفي الفيسبوك في دكتور خطوبة في الحساب وصار عليه حقيقة يعني تفاعل قوي جداً أنه في علامات واحدة من هالعلامات أنه وجود ألم إذا كان في حب من طرف واحد يشوف اللي يحب عنده ألم يعني يعتصر قلبه ليش؟ لأنه من طرف واحد والثاني ما قاعد يبادل الحب العلامة الثانية أنه يظل يعني يفكر في الشخص اللي يحبه أحياناً يسرح ينشغل عنه بشكل كبير أحياناً يطير من عين النوم من كثر ما هو يفكر فإذن يعني الحب من طرف واحد بين قوسين عذاب الحب من طرف واحد بين قوسين ألم هذه كلها من علامات الحب من طرف واحد كيفية علاجة يمكن رح نناقشها بعد شوي بس بعد ما نخلص مجموعة الأسئلة هذه بالمناسبة هل حصل مثلاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حب من طرف واحد هل حصل الجواب نعم وين في قصة مغيث وبريرة يعني مغيث وبريرة هم زوجين لكن بريرة ما حبت مغيث ومغيث يعشقها عشق يحبها فبريرة اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت له يعني هالزوج أنا ما حبيته عشت معاه ما حبيته لكنه هو يحبني فالحب من طرف واحد وأنا ما أبي يا رسول الله فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل ترضين أني أكون شفيع لكي يعني أنا أكون واسطة حب أجمع بينكم أنتم الأثنين علشاني أنا يعني أني أنا أكون واسطة شفيع فقالت لا لا فلم تقبل وساطة النبي صلى الله عليه وسلم في الحب من طرف واحد لأن هي تقول هي رايها تقول يا رسول الله هل ترضى لي الكفر يعني أنا ما أنا قادر أتحمله ما أنا قادر ما أنا قادر أعيش معاه وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لما توسط وهي ما قبلتها الوساطة وقالت أنا ما قدر أعيش معاه قام النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الحل اللي هي اللي هو المخالعة فقال لها ش عندك قالت أنا عندي حديقة يعني بستان قال لها تعطينا بستانك قالت لا أعطيه بس خلاص منها الزواج وفعلا يعني عطت البستان وتمت المخالعة وصار الانفصال طبعا بعد ما صار الانفصال والمخالعة الصحابة يرون قصة الحب هذه كيف إنه برير صار عفوا مغيث صار يتتبع بريرة لما تمشي فالطرقات يلحقها ويبتي والدموع تنزل من عينها من كثر ما هو يحبها هذا حتى بعد ما صارت المخالعة فالشاهد من هذا كله إنه الحب من طرف واحد إذن يكون موجود وهذا واقع لكن كيف الإنسان يتعامل مع نفسه من خلال الحب من طرف واحد السؤال الرابع كرهت زوجي عندما أخبرني صديقه أنه يحبني الله يهديك يا صديق يعني أنت أنت الآن دمرت بيت بسبب مشاعرك وعدم ضبط مشاعرك يعني أثنين متزوجين ومستقرين ويحبون بعض تروح أنت كطرف ثالث تتدخل وتقول حق هالزوجة ترى أنا حبيتك طبعا الزوجة إذا عندها مشكلة مع هالزوج طار عقلها طار عقلها بهالزوجة الثالث عفوا بس شخص الثالث اللي بلغها أنه يحبها فهني صار دمار ولذلك هي شو تقول كرهت زوجي عندما أخبرني شوف يعني الكراهية صارت لما أخبرت يعني قبل لا يخبرها ما كان في كراهية كرهت زوجي عندما أخبرني بصديقه أخبرني صديقه أنه يحبني فهل أطلب الطلاق؟ طبعا أنا بالنسبة لي يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واضح أنه ملعون يعني مطرود من رحمة الله من خبب زوجة على زوجها ما معنى خببها خببها يعني أفسدها ما معنى أفسدها يعني واحدة متزوجة ومستقرة مع زوجها وعيالها راح دخل عليها واحد في الخط ها دخل عليها بهاتف دخل عليها بريد الخاص دخل عليها بسناب شات دخل عليها بانستجرام دخل عليها بالفيسبوك دخل عليها باتصال دخل عليها بأي وسيلة من الوسائل حتى لو دخل عليها بالعمل وبدأ شوي شوي يتقرب لها يتقرب لها يتقرب لها يتقرب لها حتى يقنعها فيه وتبدأ تطلب الطلاق منها الرجل هذا الشخص بوصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ملعون أي مطرود من رحمة الله وهذه جريمة كبيرة يرتكبها الإنسان إذا تعلق قلبه بامرأة متزوجة وسعى أن يفك هذا الزواج ولذلك هي تسأل هل أطلب الطلاق؟ الجواب أنا بالنسبة لي الأصل لا الأصل لا أولاً ما نعرف هذا المتدخل الثالث ولا نعرف مواصفاته وانت الحين مستقرة في بيتك وزوجك وعيالك أنا أقول لابد أن تقطعيني العلاقة مع هذا الصديق حتى لو اضطريتي أن تتكلمين مع زوجك ويقطع العلاقة وهذه نقطة مهمة جداً في الحب من طرف واحد هل عندك علاقة سابقة قبل الزواج؟ ولحد الآن مستمرة ومن تعرف شون تطلع منها؟ أو أنت تتوق بادي علاقة؟ وخارج إطار الزواج؟ ومن تورط؟ أنت تتراجع؟ أنت تطلع منها علاقة؟ من تعرف؟ أو هل أنت اكتشفت أن زوجك عند علاقة؟ وانت ساكتها؟ ومن تعرف شون تتصرفين؟ كيف نتعامل مع هالمشاكل؟ كيف نحلها بطريقة حكيمة؟ وبنفس الوقت نحافظ على بيوتنا؟ أي علاقة خارج إطار الزواج ما في شك أنها تهدد الأسرة سواء على مستوى الرجل أو المرأة؟ نحن عندنا في دكتور خطوبة نساعدكم كيف تتخلصون من العلاقات خارج إطار الزواج بطريقة حكيمة